اقر منع التجول في السعودية بشكل جزئي ومن ثم بشكل كامل والآن ارتفع بشكل جزئي في كل القرارات كانت صحة المواطن والمقيم والمجتمع هي الهدف الأول وما زالت وستظل الرهان الكبير الآن على وعينا وثقافتنا وطريقة تعاملنا ولا أظنه سيكون صعبا علينا أن نكمل مشوار مكافحة هذا الوباء كما بدأناه يدا بيد الأجهزة الصحية والأمنية والرقابية ستستمر في دورها وعلينا أن نستمر أيضا في أدوارنا الاحترازية حتى نهنئ بعضنا غدا بإنهاء هذه الأزمة إن شاء الله هذه الفترة صعبة علينا جميعا نعم صعبة على الاقتصاد والأعمال نعم صعبة أحيانا على العائلة والأطفال نعم ولكن التاريخ يخبرنا أن كل صعب مصيره إلى الزوال استمتعوا بأوقاتكم ولكن لا تتراخوا في وقايتكم وحماية مجتمعكم وثقوا أننا بوعينا سنتجاوز كورونا كما تجاوزنا غيره حفظ الله الجميع سنتحدث عن القرارات الجديدة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد السنان وهو الكاتب المختص بالشأن الصحي أستاذ محمد حياك الله معنا في أهلا أهلا الله يحييك وكل عام أنت بخير كل عام أنت بخير وصحة وسلامة شفنا القرار كثير من الأصداء كانت ترصد وتؤكد أن الكرة الآن في ملعب المواطن والمقيم وكل الناس الموجودين في السعودية أن عليهم يقوموا بأدوارهم إضافة إلى الأجهزة الرقابية كيف ترى البوضوع؟ نعم أول شيء طبعا نشكر خادم الحربين الشريفين وليعهد الأمين على سعيهم دائما وقراراتهم الحكيمة في حماية صحة المواطن والفرد والمقيم على هذه الأرض الغالية القرار هذا جاء في وقت جدا حساس بالنسبة لنا وهو شهر رمضان مبارك كان في مراعاة للصحة النفسية أيضا للمواطنين والحالة الاجتماعية لهم وأيضا استخدمنا الحظر لكل فترة من الفترات كانت هذه فترة التغذية بالتوعية والإرشادات والنصائح كأنك أنت توقف شخص عن شيء غلط يعمله وتوعيه كيف يعمله بالطريقة الصحيحة فأنت توقف عن العمل فترة فهذا اللي صار حظر كلي تغذية الناس بالتوعية اليوم حتى ابني في البيت سبع سنوات يعيد لي الإرشادات ولما أعمل أي حاجة يقول لي بابا ما غسلت يدك بابا ما سويت كذا فالآن التوعية وصلت للجميع فجاء الوقت الآن نراهن على هذا المواطن والفرد وكيف حفاظه على الإرشادات الصحية اهتمام بالتباعد الاجتماعي ابتعاد عن التجمعات العائلية أو التجمعات الأصحاب في هذا الوقت الآن الكرة في ملعب المواطن كما يقول الكثير والمقيم الكل الآن لديه المعلومات الكافية صحيح القنوات موجودة وسائل التواصل مجرد ما تكتب كورونا أو كوفيد 19 تلقى المعلومات كلها اللازمة فالآن جاء دورنا أن نكون وعينا أعلى الحكومة ما قصرت قدمت كل الرعاية الصحية والإجراءات الأمنية اللازمة والآن خففتها تدريجيا أنا متفائل أنه الآن إحنا زي ما بدأنا تدريجيا وارتفعنا إلى الحد الأعلى الآن قاعدين ننزل أنا متفائل أنه في الفترة القادمة إن شاء الله إذا خفت الأزمة أنه إحنا نلغي حظر التجول تتوقع يعني عدد الإصابات أو مستوى خلال الفترة القادمة يصير أقل؟ لا إحنا ما نتكلم عن عدد الإصابات الذي يصير أقل لكن اللي صار الآن أنه 15% على حسب ما سمعت في آخر مرة المتحدث الرسمي من الحالات هي من غير المسح النشط المسح النشط معناته أنا عارف وين الحالات وأنا اللي رحت لها فإذا كان 85% من الحالات هي من الحالات اللي في البؤر اللي الآن تم التعرف عليها والسيطرة عليها من الوزارة من وزار الصحة ومن الدولة فمعناته أننا نحن قاعدين نتكلم عن 15% عدد الحالات اللي قاعد يكتشف أنه يصير فيه تقصي وبائي أو يكون مخالطين فعدد الحالات الفعلي اللي هو من غير المسح النشط قليل جدا وهذا يخلي الموضوع تحت السيطرة أكثر نعم هذا يخلي الموضوع تحت السيطرة اليوم قرأنا خبر أن تقريبا وقعت اتفاقية مع الصين صحيح 9 مليون فحص تقريبا صحيح وأيضا فيه اتفاقيات مع شركات أخرى ممكن وصل المجموعة لحوالي 14 مليون فحص هذه ستركز على المسح النشط والأماكن اللي فيها بؤر انتشار ستسرع عملية اكتشاف أي حالات مصابة إن شاء الله بهذا الشكل بالإضافة ما نقدر طبعا كل هالإجراءات لن يكون لها القيمة الكبرى إذا ما المواطن والمقيم التزم بالتعقيم بالتباعد الاجتماعي بالجلوس في البيت هذه الفترة كلها إن شاء الله نقدر نخليها أسابيع ونقدر نخليها شهور بإذن الله إن شاء الله أسابيع خلنا نتفاعل شوي أستاذ محمد الآن من ضمن القرار أن المولات ستفتح نعم اليوم أنت مهتم بالشأن الصحي قريب من المجتمع كثير من أجل أن تنجح فكرة فتح المولات وعدم العودة إلى إغلاقها مثلا ما الإجراءات الصحيحة التي يجب أن تتبع في هذا الشأن أول إجراءات طبعا فيه إجراءات تتم من المواطن وفيه من المحلات التجارية والمولات نفسها المجمعات لابد تلتزم محلات تجارية زي ما لتزمت بعض السوبر ماركت الكبيرة الآن عدد معين لا يزيد حسب مساحة المحل بمعنى لو المحل يستوعب 30 شخص ما يدخل أكثر من 30 في نفس الوقت سنشهد ازدحام نحن في شهر رمضان الناس متعودين على التسوق للعيد إن شاء الله أنه هذا العيد السنة هذه نعيد مع بعض جميعا إذا نتبعدنا الآن فالآن المطلوب هو المحافظة على الأعداد أن تكون معقولة في نفس المساحة وهذه يحددها المختصين تقريبا نستطيع أن نتكلم أنه كل 10 متر مربع تستوعب ثلاثة أشخاص تقريبا حسب الإرشادات مثلا لخرجات وزارة الصحة فأعتقد أنه هذا أول شيء الشيء الثاني على الناس عدم التزاحم لابد يحترموا المساحة إذا تسمح لي أستاذ محمد أوقف شوي بس عند هذه النقطة مثلا كل 10 متر تستوعب ثلاثة أشخاص هذه يعرفها الجهات المسؤولة يعرفها المختصين بس كيف نفهم الناس عليها؟ أنا اليوم كنت في أحد المحلة التجارية عشان تسوق طبعا أي واحد يطلع الآن يأخذ موارد غذائية اللاصقة اللي عليها إشارة القدمين محددة هذه تحدد عدد المسافة فأنا أنصح أغلب المحلات التجارية تستخدمها الآن تكثف استخدامها بأن تكون دوائر الدوائر هذه بين كل دائرة ودائرة متر ونص بالشكل هذا أنا أضمن أي شخص واقف يقف داخل الدائرة فأنا أحفظ المسافات بالشكل هذا هذه واحد المسافات المسافات التعقيم التعقيم هذا دور الجهة دور الجهة ودور الشخص أيضا تعقيم اليدين ما أنا لازم من النصائح أنا عقص التعقيم المكان هذا دور الجهة نعم لكن تعقيم اليدين هذا دور الشخص أنا أنصح أي شخص يتعامل ويمكن ينتقدني البعض على هذه الجملة كأنه هو مصاب نحن نقول للمصاب إيش المسك علشان لا تعتص على أحد أو يطلع رذاذ على أحد عقم يدينك قبل ما تلمس أي شي تعامل مع الناس كأنك مصاب علشان لا تنقل لهم عدوة بهذا الشكل أنت حتحافظ قدر الإمكان على أحبائك والناس اللي حواليك أنك تعقم أول بأول تغسل يدك وحتى على نفسك نعم حتى على نفسك وتعتص بالطريقة الصحيحة تتبع الإرشادات أيضا لابد المجتمع وهذه للآن نعاني منها لابد يعرف أن الخروج من البيت للضرورة حتى لو أعطوك السماح الآن أنه ما هو حضر تجوال مو معناته خلاص شيل عيالك واطلع صحيح الأطفال أنا لليوم أستغرب أجد شخص طالع وأطفال معبيه السيارة وراء غلط والله غلط الأطفال أكثر عرضة للإصابة الأطفال سهل يحط يد على أي شيء وعمر الأربع ثلاث سنوات هذا يحط يد في فمه كل شوي فهذا يلتقط العدوى بشكل بسيط مناعتهم أضعف من الكبير فلا تخرجوا أطفالكم في هذه الفترة أبدا حتى لو صار مش حضر تجوال لا يعني رفع حضر التجوال الجزئي منع التجوال أي أو منع التجوال جميل طيب هذا إخراج الأطفال الأشخاص أنفسهم أيضا يعني يجب أن لا يخرجوا إلا للضرورة الأصوى صحيح يعني مو معناة فتح المول أن الكل ممكن يدخل يعني أنا معاك أتفق فتح المول أو حتى فتح المحلات تجارية الممشى ولا يزعلوا مني الرياضيين تقدر تمارس رياضك في البيت اطلع سلالم امشي مسافات في الحوش عندك امشي في بيتك امشي أمام بيتك أما التجمع في الممشى واستخدام الأجهزة أيضا يروح الممشى الممشى فيه أجهزة رياضية حديدية ومعدنية الكل يستخدمها فهذا مو الوقت المناسب الآن لاستخدام أجهزة الغير أو أجهزة مشتركة الرياضة لها أكثر من طريقة فيه مواقع فيه حسابات تنزل الآن تمارين رياضية منزلية يقدر الكل يستخدمها يعني نقدر نعوض شي بشي ما في فايدة أنك تصير رشيق وبعد يومين تنام على سرير كورونا كيفك مع الرياضة أنت الحين الحمد لله تروزنك زايد أعرفك أنا لا هو مو الوزن زايد الثوب شوي الخياطين مشون ندفلين المحلات المولات تحدثنا عنها محلات أيضا الجملة والتيزئة من الأماكن التي ستفتح يتوقع أنها أقل ازدحاما من المولات لكن وش أبرز الاحتياطات التي مفروض الناس يأخذونها قبل أن يرتادوا هذه المحلات أيضا دائما المحلات الآن هذه البيع بالتجزئة لا بد لبس الكفازات قبل لمس الأشياء الأكياس نتخلص منها بعد ما نوصل البيت في أخطاء ممكن يطيح فيها البعض أنه مثلا جاي البيت تعرف أطفالك يستقبلوك فيشيل الأكياس من عندك هذا خطأ المفروض الأكياس وأي شيء تدخل فيه من برا البيت حتى عن طريق التوصيل أول حاجة تفتح هذا الشيء تخرج اللي فيه وتغسر يدينك بعدين أو عفوا تفتح هذا الشيء وتغسر يدينك بعدين تخرج الأشياء من الداخل لا تلمس الكيس وبعدين تلمس الأشياء في المحتوى لا تخلي الأولاد يلمسوا الأكياس الأكياس سيتم التخلص منها فدائما نرعي هذه النقاط لمن وصول البيت محلات بيع التجزئة فيه اشتراطات كثيرة لازم يتبعوها طبعا هذه أتركة مختصية أمراض معدية ولكن من أبرزها طبعا الالتزام باللبس الكفازي عند للمس الأغراض المحاسبة النقدية المحاسبة النقدية الابتعاد عنها قدر الإمكان فيه ناس تغلط جدا حتى في المحاسبة الآلية يأتي ويضغط على الجهاز الرقم السري ويأتي واحد بعدك ويضغط الرقم السري أيضا الرواتب ان شاء الله بكرة ولا بعد بكرة لما تروح صرافات لا تضغط الرقم السري تستخدم الصراف وفي غيرك مئة أو عشر والله إذا تسمح لي وتوافق لي أنا أتمنى أيضا أن البنوك كل بنك يهتم بصرافات التبع ويهيئ عمالة لتنظيف هذه الصرافات باستمرار تعقيمها باستمرار أو على الأقل يضع عندها قفازات معاقمات أي شيء بحيث أن الناس لا يكررون استخدامهم وراء بعض وضع منديل معاقم أو علب منديل معاقمة عند أي جهاز يستخدم الناس ستساعد مع إرشاد بسيط نظف قبل الاستخدام يعقم الجهاز ويستخدمه وكل حي يعقم يعني أشياء بسيطة أو محمد يمكن أنت أدرى مني بهذا الشيء لو وضعت قفازات مثلا عند كل صرافة بحيث أنه كل شخص ما يلمس الصراف حتى يستخدم القفاز ويتخلص منه أو في سلة نفايات بجنب هذه ما رح تكون سليمة جدا هذه سليمة لك أنا دائما أحفز على تعقيم أكثر من لبس الكفاز لأن لبس الكفاز ناس كثير تغلط في خلع الكفاز يجي يخلع الكفاز فيلمس الجهة اللي هو أصلا كان لابس الكفاز عشان يحميها بينما التعقيم أسلى التعقيم أسلى من يشيل منديل يعقم ويرمي المنديل ويستخدم أفضل الكفاز للأسف لاحظنا أنه كثير صار استخدام الكفاز هذه نقطة لازم مهمة وكويسة أنك طرحتها صار الشخص يجي يستخدم الكفاز في البقالة ويفتح باب السيارة ويفتح باب البيت ما استفدنا شيء لأنك نقلت الكفاز قاعد ينقل اللي يد كانت تنقله الكفاز يستخدم في مكان محدد ويخلع بطريقة مناسبة من غير لمس الجهة الخارجية له طيب قبل ما نختم هذا اللقاء خلينا كذا نسلط الضوء شوي على بعض الأشياء الإيجابية اللي صايرة أول شيء كيف تشوف التزام الناس إجمالا في السعودية الآن من واقع اللي نشوفها الالتزام جدا كبير يمكن التحدي اللي نواجه في العمالة سكن العمالة العمالة اللي ما أدري كيف ممكن رجال العمالة يساعدون في هذا الموضوع هذه العمالة إذا ما اشتغلت يوميا بعضها زي اللي يشتغلوا في الأمور المهنية زي السباكة الحدادة إذا ما اشتغل وأخذ قوت يوميا ما عنده مدخول فتلقاهم معها الظروف هذه متجمعين في الشوارع في بعض الأماكن المعروفة إنهم مثلا أسواق سباكة أو حدادة أو بنايين أو أي أن كانت المهنة اللي يستخدموه هذوي العمالة لا بد يصير لهم وعي كبير مساعدة لهم على كيف يتجاوزوا هذه الأزمة لأنه أنت تقول لها اجلس في البيت يقولك طيب أنا باجلس بعد يومين ما يلقى فلوس عشان يأكل فلا زبود يصير فيها تعاون بهذا الشكل نتجاوز الأزمة جميل الإيجابية الثانية إذا تتفق معي فيها معدل حالات التعافي يعني جيد جدا وبرائع نعم معدل حالات التعافي جدا كبير وهذا اللي يشجع على القرار الرفع الجزئي وأيضا من الأشياء الإيجابية أيضا أنا لن أقول أنها إيجابية ولكن أقول أنها مؤشر وعي المواطن ارتفع بشكل كبير حلو الآن وفيه جهود كبيرة جدا على توعية المقيم الآن توجهت وزارة الصحة حتى بإدارة التوعية وغيرها من الإدارات إلى بث رسائل توعوية عن طريق السفارات لمنسوبيهم صحيح في المملكة بلغات مختلفة وزارة الداخلية أيضا نعم وزارة الداخلية فهذا سيرفع الوعي بشكل كبير فمن الإيجابية الآن وعي المواطن بشكل كبير سيساهم إن شاء الله في انتهاء هذه الأزمة أستاذ محمد باقي معي دقيقة خلينا نستثمرها في رسائل سريعة بالعادة أسميها الضيوفي تغريدات صوتية إذا تسمح لي يعني جملة جملة 140 حرف لي المواطن اليوم في السعودية واش تقول له التزم فالتزامك هو للجميع لأن لدينا كلنا قصص حزينة كلنا لدينا تحديات لكن إذا تعاضضنا معا إذا تحملنا المسؤولية سنتجاوزها ليه المقيم اليوم في السعودية أنت شريك في هذا الوطن شريك في التنمية شريك في العمل صحتك من صحة المواطن صحتك هي صحة إنسان وهذه مملكة الإنسانية حافظ على صحتك ونحن نساعدك لأجهزة الدولة إجمالا الرقابية والصحية والأمنية وغيرها لا يوجد كلمة تعبر عن الشكر على جهودهم الكبيرة أنا وانا جايك في الطريق أكثر من نقطة أمنية واقفين في الحر في الغبار في الشمس في المطر هم متواجدين جنود الصحة أيضا لا أنساهم أبطال الصحة هم في وجه هذا المرض ومعرضين للخطر بشكل كبير قيادات الصحة تسهر ليل نهار أنا على تواصل بعضهم أعرف أنهم أنا أسأل بعضهم متى تنام لأنه بصراحة جهد كبير جميل الله يعطيهم العافية الرسالة الأخيرة والتغرير الصوتية الأخيرة لل بعض الأشخاص الذين ما زالوا يستهترون بالأنظمة ويحاولون كسر منع التجول أنصحهم يتابعوا المقاطع التوعوية في مقطع التوعوي يطلع من وزارة الصحة اليوم اسمه الحالة 14 أتذكر تتكلم عن ابن قال له أبو لا تطلع وطلع هذا الابن قال له بس بروح لأصحابي وبرجع هذا الابن وهذه قصة حقيقية أعتقد هذا الابن لما رجع سلم على أبوه حبراسة الأب كان ملتزم بكل الإرشادات لأنه قاله الكبار هم المعرضين هذا الابن كان السبب في وفاة أبوه وإصابة والدته وما يتدري من العداء أيضا من هذه الحالة يشوفوا هذه الحالات إن شاء الله أنا أتحرك فيهم الكثير لأنه بصراحة عانينا عانينا جدا حزن كبير بسبب كورونا وما صاحبها من ظروف تحديات كبيرة جدا تواجهنا إذا كنت لم تشعر إلى الآن بالمساوة والأحزان اللي غيرك يشعرها حاول أنك تتصفح بعض القصص الحزينة أتوقع أن أبتصلك محمد السنان المتحدث أول مختص بالشأن الصحي شكرا جزيلا لك وليحضورك معنا في أهلا ومرة ثانية كل عام وأنت بخير يعطيك العافية رسالة أخيرة انفرح قال أن وزني زايد فالمشاهدين لهم من اليوم أن يتابعوا ويحكموا هل نفرح لزايد وزني أم لا؟ أنا زايد وأضح لزايد يا رجال فالله ولا لك شكرا جزيلا لحضرك معنا شكرا جزيلا شكرا لأستاذ محمد السنان وهو واحد من الأوفياء حقيقة دائما لبرنامجي هلو من الأصوات التوعوية الصحية الكبيرة التي دائما تقدم كثير من النصح والتوجيه الإيجابي وفي مكانه ومن منطلق تخصصه هذا فاصل ثالث في حلقتنا نشوفكم بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر